السلام عليكم ورحمة الله يوم جديد من نهار الشان تحت على المباريات قبل الأخيرة من الدور الأول اليوم منتخب مدى غشقر جدت قوته فاز بـ 3 صفر على السودان إذن في المركز الأول متبوعا بغانا لتأهلت فيما أقسية منتخب السودان والمغرب عن هذه المجموعة المغربية 0 نقطة والسودان بـ 3 نقاط نتحدث على زيارة إيطولي الجزائر مجددا هل هي ورقة جديدة للجزائر قبل كان 2025 ما لنا وما علينا طبعا رئيس الاتحاد كوديفور يقول بأن الجزائر مرجع لنا في تنظيم كاس أمم أفريقيا 2023 طبعا ستنظم 2024 لكن تسمى في 2023 الأمين العام للكاف راضون عما قدمته الجزائر قال شكرا للرئيس ولي الجماهين نعود إلى مبارس الجزائر قبل مواجهة كوديفور الجمعة المقبلة ربع نهائي كاس أمم أفريقيا للمحليين زي العامل مساء الخير مساء الخير حكيم أهلا وسهلا أهلا أليق اليوم زيادة وشكرا بفضل أسامة أسامة أيضا بدينا من البداية حكيم مرحبا مومن مرحبا الحكيم تهورا إن شاء الله الله يبارك الله وفيك شكرا حسين أقدم روحه لي حتى بالأسود يزيدوها أناق الله يبارك ما شاء الله وسهلا سعيد جدا بتوجدي معكم مرحبا مومن مرحبا مرحبا أهلا وسهلا جميع مشاهدينا إذن نبدأ على بركة الله منتخب مدغشقر فاس بثلاثة صفر على منتخب السودان الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة منتخب مدغشقر اللي كان الأفضل في المواجهة سجر ثلاثية عبر توكينا تينانينا تي سيري أوليفر راندريات سافيرانا هكذا اسمه في دقيقة 13 وعزز سلامة مابيونانا هكذا دقيقة 30 لاليانا سجل هدف الثالث دقيقة 33 ثلاثية في الشوط الأول لمنتخب مدغشقر ثلاثة صفر وضعته في المركز الأول بتسع نقاط من ثلاث مباريات بالنسبة لمنتخب مدغشقر وسنتحدث عن نقل المباراة الترتيبية لملعب عنابة المباراة الترتيبية التي كانت ستجرى في وهران نقلت إلى ملعب عنابة بعد ما حدث في عنابة طبعا اللجنة المنظمة تنظيم الشان قالت بأنها تقدمت بطلب اتحاد الافريقية كرة القدم لنقل المباراة الترتيبية لبطولة أمم أفريقيا التوتال من ملعب ملودهات في بيوهران إلى ملعب 19 ماي تقديرا منها للحضور القوي والمتميز للجماهير العنابية في المدرجات رغم التقس البارد والمنطر وفقت الكاف دون تردد على هذا الطلب عرفانا منها أيضا لجمهور مدينة بونا تعبر لجنة المحلية تنظيم الشان عن امتنانها لكل الجماهير الجزائرية قسنطينة ورن جزائر العاصمة وعنابة على كل ما يقدمونه من صور رائعة راقية في سبيل إنجاح هذا العرس الكروية تاني أبدأ أمين مدى غشقر مدى غشقر موما منتخب يبدو بأنه منتخب مصنف ضمن المنتخبات التي مرشحة لأن تفوز بهذا اللقاب أكيد حكيم شفناه في المباراة الأولى لما كان عنده أداء جيد وفوز كذلك بنتيجة والأداء واليوم كذلك فوز ممتاز أمام فريق السوداني الذي كان يلعب كذلك آخر حضوضه يعني للتأهل لو فاز اليوم السوداني كان قادر يتأهل هو كذلك للطور المقبل شوف يعني هنا تكمن يعني أهمية المباراة بالنسبة لمدى غشقر ولفريق السوداني شوفنانا فريق مدى غشقر يلعب بحيلة كبيرة لعبين تقنيا جيدين فوق المتوسط كل ما شئت ولكن يلعبوا بيناتهم بطريقة انسجاب كبير بين اللعبين و كذلك حكيم وقعية كبيرة شوفنا السودان كان الأقرب في الدقيقة الأولى من افتتاح ببتسجيل ولكن مرتدات و ردت فعل الملغاش كانت إيجابية بتسجيل هدفين هدفين متتاليين ثم القضاء على أحلام السودان العودة في المباراة بهدف ثالث ممتاز وممتاز بطريقة جميلة جدا جميعية خاصة هدفتان أراه من أحسن هدفة رأينا إلى حد الساعة صحيح زين عمر ثلاثة صفر مباراة كانت مهمة وفاصلة أيضا لمنتخب السودان رغم ذلك لم يستطع اتباع نسق منتخب مدغشقر منتخب محترم جدا نعم بشوف أن في هذا الدورة كل المعطيات تغيرت السودان لكان ضمن ثلاث أوائل في الدورة الأخيرة لما تشوف ليبيا أقصيت السودان يقصى تشوف أن اليوم أيضا الكونغو وأقصية نفس الشيء من الفرق اللي حازت بهذا الكأس بشان اليوم الأشياء تغيرت وكل شيء أصبح المنتخبات الأخرى جاءت بقوة نظن فريق مدغشقر اليوم بيّن أن من المنتخبات التي يعول عليها أيضا في الأدوال المتقدمة وزيد على ذلك ولو هما أيضا لعبوا إلا مبارتين ولو يكملوا بتسع نقاط ولكن هما في المجموعة بغياب المغرب يعني يعني لعبوا إلا مبارتين وزيد على ذلك حكيم كنت حب أن تكلم على هذه الأشياء لأن اليوم لما تشوف نعم تحسب عندهم تسع نقاط ولكن على الواقع لعبوا إلا مبارتين طيب ضد غانا لفزو ممتاز نقل المباراة الترتيبية جماعة إلى ملعب عنابة كيف حسين ترى كادم ومفروض مباراة ترتيبية والمباراة النصف النهائية تلعب في وهران ولكن تم نقل مباراة واحدة إلى ملعب عنابة عرفانا بما حضور الجماهيري الكبير في مدينة عنابة رغم البرد لا شيء جاميل أنك تهتم بالجماهير يعني كورت القادم يعني شفناها في جائحة كورونا بدون جمهور ما عندها يعني ما عندهاش ذوق ما عندهاش ما عندهاش ما تقدرش تحس كورت القادم هي بيجا ماهير وبيجا ماهير غافيرة أنا نظن لجنة التنظيم أولا ربحت نقاط بالتفكير في هذا الشيء والكاف دائما هي تحب يعني تعمل كل مبارايتها بجمهور غافير وعالمة كاملة الجمهور العنابي جميل مو من؟ أظن أنه قرار جيد هي من جانب ومن جانب يعني أن خليني نقول أن مدينة عنابة لا يتري كونبونسي يعني مكافأة بالنسبة للجمهور العنابي الذي كان في الموعد بكل صراحة وأعطى صور جميلة وجميلة جدا رغم الظروف المناخية الصعبة تحدى والثلوج تحدى والبلود وتحدى وحتى الأمطار الغزيرة حكيم شفنا صورة تلك العائلة والأم التي تغطي في أبنائها بالعالم الجزائري وتريد أن تبقى في الملعب يعني لو كنت ربما أنتهى وأنا نغادر نروح للدار وش كاينتلي أنا ما تشتع الله فريك وش نقعد ندير البرد وشتاو لكن قاعدوا ونكملوا المباراة هذا يحسب لهم من هذا الباب من باب آخر هذا لا يعني أن يعني فيه مشكلة مع مدينة وهرانا وشيء من هذا القبيل يجب أن تقرأ جيدا البيانة الذي صدر من النجل التنظيم قال يعني عرفانا وتقديرا لما قدمه الجمهور العنبي يستهل نزيد له مباراة في ميدانه وهي المرتبة الثالثة يعني النهائي المصغر هكذا حكيم بين من يخسر في الدور نصف النهائي اليوم شيئا ما أبينا عنابا أعطت صورة جميلة وجميلة جدا من الجمهور الجزائري وكانت تخوفات كبيرة حكيم العديد من الناس هذالي الهوليغانز مشجعي عنابا موش سهلين وكذا الحمد لله أكا ننسيدان ما صارح حتى مشكلة من اللي بدات إلى يومنا هذا لا بشوف حكيم دائما دور التوعية ودور يعني الإيجابي الصورة الجميلة العناب يعرف كورة القدم كعريادات لا يسارة لا يسارة صلب عنابا حكيم صلب عنابا كان في الباسكات عطيت لغفرة لا صلب عنابا لا يسارة كانت مميزة في الهوند في كورة اليد كانت مميزة في الباسكات معروفين شرقين في سكيك دا كل شرق الجزائري ستين فيل سبورتي وحتى يعني سكيك دا انت من ناولهم إن شاء الله قاعات وملاعب لأن أشوفك المدن في الشرط يعني ناس أيضا اللي يحبوا الرياضة وعندهم كورة اليد عندهم كورة السلة عندهم يعني كثير من الرياضات وأيضا كورة القدم عنابا يعني مدت كثير من الأسماء حمراء عنابا حمراء ولي أسماء ولي أسماء عنابا ولذلك نظن اليوم عنابا حكيم أنا قبل ما نتكلم عن الجماهير والمدينة والناس لازم تذكروا أن عنابا يعني تقريبا ما رحش كان يكون هذا يعني الملعب ضمن الملعب التي لأن كان يعني بطير رطار في الرياضة وشي يبطي رطار كبير والكاف كانت متخوفة وكانت يعني دار ديريزير باش الجزائر تبدل ملعب عنابا وفي الآخير الكاف فرحت وقالت يعني مزيّة ما بدلنا شرعينا وزيد على ذلك لما تكلمنا عن الناس الذي أقاموا يعني بليبلوند ريا ميناجموند ريا بيليتاسيون نفس الشي نلقوا الجزائري يعني عمار مالك يعني بس شو الكافاءة الجزائرية دائما لما يعني يالله تحط الناس اللي لازم في المكان المناسب شوف كيف عودوا لهذا الملعب لتقريبا إذا تذكر حكيم الأرضية أنا شدت بعد الصور يعني الملعب تقريبا شوف كيف هولا هذا الملعب يعني هذا الملعب ولكن هذا الملعب شوف رغم أحسن أيامه رغم الأرض شوف كنا نلعبه أرضية كاريتية أمطار ولكن تحب تلعب عندك واحد اللدة مع الجمهور مع كل المباراة الجميلة اللي لعبناها في عنابة مع الفارق الوطني أو مع يعني فارق الاتحاد العاصمة أو الفيرق اللي لعبت فيها دائما كانت مباراة في المستوى وجمهور دائما حاضر ننظر اليوم جماهير زادة تبينت يعني في هذا الكأس الإفريقية ولو جزائر ما لعبتش يعني في هذا الملعب ولكن حضروا بقوة في كل مبارايات رغم البرد والأمطار نعرف البرد اللي كان في الشرق يعني الله على مكامل وهذه المرتبة التالتة هذا المصغر يعني هدية للجمهور العنابة وزيد شفنا كثير من العائلات هذا شيء أيضا هذا وش يخليك اليوم يعني في كل ملعب الجزائرية من الشرق إلى الغرب يعني مرون من الوسط يعني اليوم حتى الدهنيات تغيرت وتبدلت وتقريبا يعني نرى أشياء جميلة في الملعب كل الصور التي رأيناها حكيم ما تخلينا إلا يعني فخورين والكاف اليوم نقدر نقول لك كانت يعني يعني والشافة يعني فوق أرضية الميدان لأن اليوم هادشان كان يعني نقدر نقول لك ينريوسيت في هذا الدول الأول يعني ريوسيت طوطال وزيد على ذلك لما نعرف احنا شغف الجزائريين بكرة القدم في الربع النهائي والنصف النهائي تخيل أن سلملعب ستنفجر ويكون الدور هو الدور الأول فيه مباراة كثيرة مباراة تتلعب في وقت واحد يعني هذا هو الدور يعني قوم مباراة قليلة خلاص لا لا في الربع النهائي الإثارة تزيد لا والمباراة أنا أتكلم عن تنظيم زين تنظيم هو أصعب في الدول الأول تنظيم لا لوجهنا التنظيم وللوجه الأمنية نعم هذا يعني تكون أسهل ولكن للجماهير الشغف والإثارة يبدأ من أدوار هذه تعرضها النهائي يعني ما بالك أنت في الدول الأول يعني عمرنا الملاعب ذو كف في هذا يعني الربع ونصف النهائي اليوم لما تعرضنا مباراة الجزائر كل التذاكر بيعت يلا خليني ندخل إلى موضوع آخر اليوم ساموال إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مجددا في الجزائر هل هي ورقة أخرى في صالح الجزائر بعد الحديث سابقا أو الإشعاعات التي روجها البعض من أجل عدم حضور الكاميرون وأن الكاميرون تقف إلى صالح ربما بلد آخر لتنظيم كاسومانفريقيا 2025 إيتو اليوم الحصة التدريبية حضرت فيها طبعا في ملعب ملوت هاتفي بيوهران من أجل دعم لعبه قبل المواجهة الأخيرة أمام منتخب النيجير بيوهران الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء النيجير جرت في ظروف مميزة للمنتخب الكاميروني الفائز في أول مباراة له حل بيوهران بعد ذلك مباشرة كان في وهران سموال إيتو حل مطار أحمد ببلبلة زوال اليوم وسط إجراءات أمنية عاديات تكون لكل الشخصيات التي تصل إلى الجزائر يتواجد طبعا غدا بملعب ملوت هاتفي بيوهران لمؤازرة منتخب بلاده طبعا قبل ذلك مثل ما قلت سابقا بأن نحضر الحصة التدريبية هذه الحصة التدريبية التي قلتها منذ قليل مع المنتخب الكاميروني قبل مواجهة حاسمة أمام منتخب النيجير منتخب الكاميرون لفاس في المواجهة الأولى له في هذه المجموعة ترجمة نانسي قنقر الصورة هذه بعد قليل سمواليت مع الجماهير هناك في وهران دعني متوضع جدا سأتي إلى هذه النقطة دعني أتنقل مباشرة إلى وهران زميننا كمال مهوي ألا لا ما رانيش نشوف فيك بردان ما رانيش نشوف فيك الأجواء كيف رأي أنت في مكان زين رحنا للعقيد صح؟ مصر خير مصر خير مصر خير كمال أولا في البداية كيف هي الأجواء لديك ثم نسألك على نقل المباراة الترتيبية ثم سمواليتو الأجواء العامة في مدينة وهران بعد أيام من بداية هذا الشان مصر خير مصر خير أحيالك وليزين عامر أمم الأيد قاسي وأيضا حسين أشي وكل متابعي برنامج حكيم بالقيروس في سهاكة المخصص لعد الشان ننقل لكم كل صغيرة وكبيرة حول هذه المنافسة التي تحتضنها الجزائر ومن هنا من مدينة وهران المدينة التي احتضنت ست فرق كاملة يعني خلال هذه الدورة في أجواء محكمة وتنظيم يعني جيد أكثر من رائع بدليل أن الكثير من البلدان والمسؤولين في مختلف الهيئات الإفريقية يشيدون بهذا التنظيم وأيضا يأخذون الخبرة من التسير الكبير الذي سادى هذه المنافسة منافسة كاس أمم إفريقية للمحلين تحت ضلتها الجزائر مدينة وهران التي لا تنام شعبها رائع هكذا عرفناه من قبل وزا تأكد في ألعاب البحر الأبيض المتوسط كل شي جاهز كل شي منظم ما رأيك في نقل مباراة ترتيبية من مدينة وهران إلى عنابة مثل ما جاء في بيال اللجنة المنظمة لأشعان أكيد حكيم يعني مدينة وهران باهية هذه المدينة المضيافة ناسها يعني كرة ما أنت ترى يعني نحن متواجدون بحي العقيد لطفي هذا الحيل الذي لا ينام أنت ترى أنه رغم البرد الشديد والحركة لأن الناس لا تزال تتجول وحتى أنصار المنتخب الموريطاني التقينام هنا أنصار النيجر الذين تنقلوا كلهم يعني أعجبوا بالأجواء السائدة هنا في وهران أما عن نقل مباراة ترتيبية أظن أنه إجراء عادي خاصة أن الكلام قيل حول نقل مباراة النصف النهائي لكن مثل ما أكدناه بعد المباراة السابقة في تدخل معك أن المباراة النصف النهائي ستكون هنا بوهران واحتمال كبير أن تكون بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الكاميروني هي المباراة التي بدأ الكلام عليها من هنا موهران من الصحافة الكاميرونية وحتى من اللعبين وحتى من المدرب اليوم في الندوة الصحفية طرح عليه هذا السؤال حيث قال أنه رغم أن المواجهة سابقة لأوانها لكن بدأوا يفكرون في هذه المواجهة التي ربما ستكون مواجهة لإعادة العلاقات والصلحة على المستطيل الأخضر بعد الذي ربما حدث في مباراة مارسل فارت لكن كل الأمور جيدة هنا للمنتخب الكاميروني خاصة مع التحاق سامويل إيطو بمدينة وهران صباح اليوم حيث انفردنا بتغطية وصوله كانت صور حصرية لتلفزيون النهار مع الزميل طالب أحمد عبد الرحمن في مطار أحمد بن بلا وبعدها كنا قد رأينا إيطو يتنقل إلى التدريبات لكن ربما نقطة أثارت استياء المدرب الكاميروني صباح اليوم لأنه باقي دون منافسة ومعك ربما أشو ملاعب سابق ومدرب يستطيع أن يفصل أكثر في هذه النقطة أنه منتخب الكاميروني ثمان أيام بدون منافسة مدرب سيدو آليوم قال أنها أثرت نوعا ما عن اللاعبين لأنه كان يفضل اللاعب كل ثلاث أيام تصور حكيم أنه مدرب المنتخب الكاميروني طالب مواجهة ودية هنا بوهران مع فريق مولودية وهران أو حتى الفريق الثاني جمعية وهران لكنه تفاجأ أنه فريق مولودية وهران في إضراب هذا الفريق الكبير الذي يمثل مدينة كبيرة عاصمة الغرب الجزائرية تواجد في إضراب وكان من غير الممكن إجراء مقابلة ودية بين المنتخب الكاميروني ومولودية وهران لذلك تأسف كثيرا على تضيع مواجهة مولودية وهران دعني أشرك في هذه النقطة أرجو أن تبقى معي مؤسف جدا ما يحدث لأنه منتخب يطلب مباراة ودية لابين في إضراب أليس محزن لهذا النادي؟ ليس محزن للمباراة ودية والله محزن لفريق كبير هذا هو حجم مولودية وهران والله فريق كبير والله جمهور جمهور عالمي جمهور من ذاهب أنت لعبت عندهم كل إمكانيات متوفرة في هذه المدينة باش تلعب كورت القادم الجمهور الملعب كين كل شيء لهذا الفريق ولكن لازم التفاتة كبيرة من السلوطات لأن هذا الفريق مثل جزائر أحسن تمثيل ويعني اللعبين نحن على كل حال ما نقدرون نكونوا ضد ما نقدرون نلوموهم أكتر لأن أنا نشوفه شامعاني واللعبين كين اللعبين اللي عندهم عائلات كين اللعبين اللي رام متلقلين من خارج وهران ويعيشوا وتما نعرف أن الأمور جد صعبة نتمنى إن شاء الله يكون حل يعني سريع لهذا الفريق لي ما 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 يستهلش يعني هذا الوضع يالي رأي فيه أما مباراة وديان نظن والله كانت تكون مباراة وديان يعني جيدة لفريق الكاميرون ويستفد منها كذلك الفريق الوهراني ولكن للأسف في الكرة دائماً رأي تعاني هذا المشكل كنا نتكلموا البارح حكيم يعني لما كنا نتكلموا عن البطولة بطولة مريضة لما تشوف أنت يعني الناس اللي تتكلم عن اللعبين اللي في الفريق المحلي اليوم قولوا استميرك صحيح يكون عندك فريق هكذا في ظرف وجيز شوف الفرق تعاني وش راهي يعني تعيش واللعبين وش هم يعيشوا طيب هم عندها تطلب منهم أكتر من يعني وش يقدروا ويمدوا وزيد على ذلك اليوم كما قل لك وهران على المسيرين التفاهم لأن وهران شو مدينة كبيرة مدت لعبين الفريق الوطني وعندهم على رأس هوالي لأيضا يعني ويدير كل شي بشي عاون هذا الفريق إلا على المسيرين تفاهم يدواقا سمحني مومن يدواقا فرون درون وطاش هذا الفريق الكابير ليس يعني عوثي كيميريت هو أيضا يعني مؤسسة وطنية هو ليس الموضوع لكن بين قوسين المشكلة لكي تجيك شاركة في الجزائر لازم يكونوا عندك لبيل وليفات هذا ما سنقول على المسيرين يحوثي المسيرين لازم يكونوا الخلافات جانبا لكن لما لما نحب يكون حل يكون حل الحمراء والمشري توعران منشآتك في وهران في الباية ووهران ما يلعب فيها عيب وشارك صاري في وهران يتمام القضية تجيك شاركة وتجيك شاركة وشاركة حسين وعندما يتجيك شاركة بحق لذلك لدينا مشكلة موضوع موضوع ويصف يجب أن نقول الحقيقة لأن كانت بحق الان يتجيك شاركة ويصف يتجيك شاركة ويصف يتجيك شاركة للجري بصحة أنا حاجة يدهشتني في وارن أنه ونوطاج ما يمكن يطلق مردية وران من يستطيع شعبها 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 در عليه ودني عليه وأكثر لكن إذا كان لازم السلطات المعلية تتفضل وتدخل بقرار قوي حتى لازم نحن بينه مشكلة إن شاء الله تفرج من خلال فتحنا لهذا الملف من يوم غد إن شاء الله تفرج هذه القضية على هذا الفريق العنق كمان بالنسبة لملف آخر فتحنا اليوم حول وصول مجددا ساموال إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم للجزائر وسط استقبال مميز وسط صور اللي انقلتوها الحصرية أرجو من الزملاء أيضا يضعنا الصورة اللي كانت مع جماهير الوهرانية هناك يعطي صورة أخرى وهو ورقة أخرى في صالح الجزائر من خلال بالتعرف جيدا بأنه قبل المنافسة كان يقولوا أن كاميرون لن تشارك الآن صورة مغيرة عن هذا هذا الاسم أيضا الكاميرون أكيد حكيمي لا يجب أن ننسى في شهر جنبري من العام الفارطة الجزائر وقفت وقفة كبيرة مع الكاميرون كدولة يعني بعدما أراد البعض سحب منها تنظيم بسبب عدم الجزائرية يعني بسبب عدم الجاهزية عفوا الدولة الجزائرية أنذاك عبر بيان رسمي من الاتحاد الجزائري لكورة القدم أعلنت مساندتها للكاميرون وهو ما اعتبره إطوء دينا في رقبته وأنه مهما يفعل لن يرد خير الجزائريين لذلك ربما هو أكد أنه يدعم الجزائر خاصة بعدما شاهد بأعينه لأنه كان يسمع فقط لكن ما رأه اليوم من تجهيزات من تنظيم من ملاعب أكد أن الجزائر قادر على احتضان أي منافسة عالمية وحتى مدرب منتخب مالي الأول الذي ملتقيناه في المطار أكد في تصريح للنهار أكد أنه ملاعب التي رأها في الجزائر لا يوجد مثلها حتى في بعض الدول الأوروبية وكل هذا يعني راجع إلى الاهتمام الكبير الذي تبديها السلطات يعني والدولة الجزائرية بالشباب وبالمشاءات وبالأحداث الرياضية الكبرى طيب نقطة إضافية للجزائر دعمنا الكاميرون ثم بعد ذلك حلقة انفصال نسبيا ربما بالنوب ما حدث في المباراة الفاصلة وربما الانتقادات الموجهة أيضا للأطراف كثيرة في الفترة الأخيرة هل هي صفحة جديدة هل هي ورقة إضافية جديدة للجزائر كمان أعيد لك مجددا قلت لك بأنه صحيح أنه دعمنا الكاميرون مرة أخرى في تنظيم كان 2019 هل هي ورقة جديدة بالنسبة للجزائر من خلال هذا الدعم الحالي من هذه العلاقات الجديدة أنت تعرف ما حدث بالنسبة للكاميرون سابقا في المباراة الفاصلة ورقة إضافية تحسب للجزائر في المواعد اللاحقة دعم إفريقي جديد حكيم الجزائر غابت يعني لسانوات طويلة عن احتضان هذه الأحداث الرياضية اليوم كل المنتخبات وكل لعبين وكل المسؤولين يعني تفاجأوا لماذا غيبت الجزائر لسانوات طويلة عن احتضان تصور أنه منذ 1990 جزائر لم تنظم كاس إفريقيا رغم ما تحتويه يعني بلادنا من بونا تحتية حتى الملاعب الأخرى وأكد لك أنها ليست يعني مثل ملعب العباس ملعب عسكر ملعب يعني ليست سيئة تحتاج فقط إلى إعادة تهيئة لتكون ملعب يعني لائقة لإحتضان منافسات مثل ما رأينا في العديد من البلدان الأفريقية لكن هذه الفرصة لعودة الجزائر إلى الساحة الإفريقية مثلما نعود سياسيا وديبلوماسيا الجزائر تعود إلى الساحة الرياضية وبقوة لذلك يعني بنسبة كبيرة وقولنا حسب إذا لم تخالف توقعات ستكون كأس إفريقيا من نصيبنا بسبب ما قدمناه من صورة مشرفة دون أن ننسى الجماهير يعني الجزائرية في كل يعني الولايات والصورة الجميلة التي قدمتها حكيم هذا يعني رأيي المتواضع وحسب ما عشته من احتكاك مع لعب المنتخبات وعا مسؤوليهم ومدربيهم أنهم منباهرون بالتنظيم الكبير التي لقته هذه الدورة لأنها في السابق كانت دورة عادية أنا سابقة وأنا حضرته لدورة 2018 كانت دورة عادية لم تكن تحظى بهذا الاهتمام الإعلامي أو حتى الحكومي لكن اليوم ما تعيشه الجزائر في هذه المنافسة وولايات وهران ربما عينة فقط يعني هو تنظيم من أعلى مستوى ومنافسة من أعلى مستوى حكيم نعم تريد شيكا زين نعم تفضل يعني دائما ما يعرف شوية يعني يدور كثير في الكواليس عبيت نعرف هل يعني محكمة المسؤولين من الفيدرالية زع ميزون بروفيت من هذه اللوكازيون باش يتكلموا مع هدو الليجاو مع المالي مع المنتخبات لأن هدو الناس تعلق الفيدراليات اللي تنقلوا إلى الجزائر هذه هي الفرصة باش نتكلموا معهم باش نديروا اللوبيينج باش يعني يصوتوا على ملف الجزائر اللي كان الفين وخمس وعشرين نعم تفضل كمال ساتي لك زين عامر والله مثل ما استمعناه من تصريحات يعني المدربين رؤساء البعثات كلهم يوجهون الشكر إلى السلطات وإلى الدولة الجزائرية يعني تقريبا الاتحادية الجزائرية غائبة عن المرافقة لأنه هنا في وهران كان رئيس الاتحادية أحضر ليوم فقط وليوم المباراة فقط ما شفناش يعني أعضاء كثير من اتحاد الجزائري على الأقل كان ربما واحد أو اثنين من المكتب الفيدرالي يتواجدون طيلة الدورة هنا بوهران للمرافقة ويعني توطيد العلاقات لكن هذا لم نشاهده يعني تغييب كل لأعضاء الاتحادية الجزائرية لكورة القدم على الأقل في مدينة وهران من المكان الذي أغطي منه هذه الدورة في المدن الأخرى لا أعرف لكن اتحادية ربما مغيبة ويعني العمل الكبير هو لسلطات الجزائرية نقولها بكل شفافية وحتى السلطات المحلية هنا من الوالي وغيرهم من السلطات المحلية لمدينة وهران زنعم طيب سنناقش هذا الأمور طبعا شكرا جزيلا كمال مهوي سهرة ممتعة طبعا أو نهاية يوم موفق لك ولي الزملاء شكرا نهاية يوم طبعا شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام نلتقي بعد الفاصل بإذن الله لينقش نفس الموضوع حول إيتو مجددا في الجزائر وعلاقات متجددة وورقة أخرى في صالح الجزائر بعد الفاصل مساء الخير مجددا طبعا نستكمل معكم برنامجكم منهار الشعان كنا نتحدثوا على نقل المباراة ترتيبية إلى مدينة عنابة زيارة رئيس الاتحاد الكامروني كرة القدم صموال إيتو إلى الجزائر مجددا هل كسبنا ورقة جديدة في إفريقيا زيارة الآن حفوة استقبال متميز على مرتين هل هي ورقة جديدة للجزائر بعد الذي حدث أكيد حكيم طي صفحة جديدة وورقة جديدة صفحة قديمة وفتح صفحة جديدة وكذلك ورقة تعلم حكيم أن العلاقات بين الجزائر والكامرون وعلاقات قديمة وطيبة ونعلم كلنا وقوف الجزائر بكل دولة وشعبا ورياضيا من الجيب الرياضي والسياسي لدعم 2021 كانت تقريبا كما يقول كما يقول كما يقول كان عندهم مشكلة كبيرة كانوا يخلقوا كابلا وكانوا يخلطون لها لكس كبيرك فيفا ومغرب وكذلك كما يقول لك زين دايما الجملة سمي الأمور بمسمياتها كان عندهم محور هذا كانوا يخلقوهم دائما نعود إلى تلك الوقفة عن جزائف شفنا رئيسة هديانا ذاك عمارة حدث شفنا بالماضي لما اعتدوا على الصحفيين في دولة كذلك قال لا يوجد أي شيء نحن مرتحون هنا وسوف نلعب إلى آخر مقابلة في الكامرون والأمور جيدة اليوم صموالي توم لا أقول غرر به ولكن أرادوا أن يضغطوا عليه باش ما يجيبش المنتخب التاع باش يعطي الذريعة للكافل حمولا قبل ذلك هل إدارة العلاقات بين الاتحاديتين أو بين المنتخبين أيضا على وقع ما حدث كان خاطئا في البداية فيما سبق إدارة هذه الأمور كانت أمور خاطئة مثلا يعني في المباراة الفاصلة وما حدث من شبعات هل كان الأمر خاطئ لا يا حكيم في المباراة الفاصلة كانت في أمور إيجابية أيضا في الحديث في المباراة الفاصلة كل واحد يدافع على مصلحة فريقه أو بلده لا يوجد شيء آخر من هذا القبيل إتحاد الكاميروني عامل كل شيء كي يمر للمونديال نحن لم نعمل شيء من الجالب يعني لأونسكي كونسير لفيديراسيون ما ندرناش واش داروا باش حن نجوزوا ما نقعدش نوليوا التفاصيل لا يجازك حكيم تعبنا اليوم والله تعبنا يعني صراحة نسمعنا الأمور كثيرة يعني والله اليوم واحد يهضر يعني بالواقعية الواقعية أن كاميرو الجزائر علاقات قديمة ويطغى عليها ديبلوماسية سياسية حكيم صحيح ديبلوماسية سياسية هي من أخذت لا يعني من أقوله وش نحكي نعم هل إدارة ساعة إليك وقالك هوسي ماشيو هل قبل أن نأتي إلى لقاء السفير طبعا السفير الجزائري في الكاميرون نقطة كانت إيجابية من هناك هنا المنعرج الديبلوماسية السياسية ساهمت بشكل كبير في تغيير هذا الفكر وفي تغيير العلاقات وفي تغيير ربما الصورة اللي كانت بين البلدين الرياضيا هنا النقطة وكأهل كان هناك خطأ في إدارة علاقة ما فيما سبق حكيم الديبلوماسية السياسية هي اللي غيرت كل شيء يعني نقولوها يعني وش خل اليوم الجزائر ولات يعني إفريقيا في المجال الرياضي هي ديبلوماسية السياسية سياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ووزير الخارجية سيد رمطان العمامرة هي اللي خلت اليوم يعني طلعنا في درجة يعني في درجة قصوى في هذه المنوال يعني تاع السياسة الرياضية ولذلك اليوم نظن شوف الحنكة الجزائريين لأنه ما خلوش الأمور تتعكر وتقعد على حالها سافر الجزائر في الكامرون يستدعى ساموال إيطو كان عنده دردة شمعه أعطاله يعني يعني إنفتاسيون أوفيسيال باش يجي للجزائر وشفنا كيف يعني رحي بابيها يعني في الجزائر اليوم أنا نذهب إلى أبعد من ذلك حكيم اليوم نظن حكيم لأول مرة في إفريقيا هذه يعني الورغانيزاتي تعالى كان 2025 رايحة تتحدد بطريقة وين تكون كثير مشفافية لأن اليوم الجزائر اليوم تريد أن تفعل لفورسينج لأن هذا الفورسينج تشوف أولا سياسيا لأن حكيم اليوم لما أنت الدبلوماسية تتكلم مع الدبلوماسيات الإفريقية الأخرى تعرف أن اللوبيينج يعمل بهذه الطريقة ويكون عندك يعني دي فوا ويعطوك دي زاكور دو برانسيب يعطيك دي فوا أنت لما نمشو إلى الانتخابات تعرف أن كل دولة تعطي تعليمات إلى رؤساء فدراليتها لكي تصوّط على بلد أو بلد آخر ولذلك لما أنت تفعل تيكون تتكونتباليزي قبل بداية لا سمحني هذا الجستمفي لا كان هذاك واحد بتأثير من بلدك كان من البلدان كان بلدان لكن كان بلدان أنا معاك أنا معاك ولذلك اليوم نحن الجزائر يعني نطلعان دو تفار وزيد على ذلك اليوم هذا الشان كان يعني بتات نقول لك المير شوز كي فيس آريبي للجزائر والطايمينك تعه لوحي جي جسد يعني قبل لانوص تعل البلد الذي سينظم كان ألفين وخمسة وعشرين اليوم كل يعني لوجن الأمين العام رئيس الكاف متواجدين بالجزائر يعني رأوا بأعينهم ما هو أحسن ميلف حكيم ما كاشو أحسن ميلف كالواقع الواقع إنك طرى الملاعب طرى الجماهير طرى البنية التحتية تسير طرى يعني التسير الأمني والتنظيمي لأن كل الأشياء جرت على ما يرام اليوم حتى يعني لوجن التنظيم كوديفور جاتي للجزائر اللي كي يعني pour سنطرني دو لورغانسات سيكوريتار يورغانسات أنا وشتمنيت حاكم إضافة على كل شي لأن أشوف الدولة نقولوها يعني بكل كي ما نقولوحنا بك توت كلارتي يعني بدون يعني صن ديماجوجي يعني بلا منزيدو عليها الدولة وضعت كل إمكانيات ودر كل شي والحمد لله اليوم رأنا نشوفوها يعني واقعيا ce n'est pas زيد على ذلك اليوم أنه تمنيت لو الفاف دائما منقولوا الفاف عندها un petit retard تمنيت لو دار كان لوبيينج لو اليوم جابت مثلا لاعبين دوليين سابقين ديرهم مع رؤساء الوفود مع الديليغاسيون يعني يكون تواصل مستمر لأن اليوم هذه الديليغاسيون تحطيها ناس لأن قد ما هذه الديليغاسيون يشوفوا قد ما تحطيها ناس يعرفوا كورة القدر الافريقية قد ما ناس تكلم لها على الجزائر على المنشآت على الأشياء يعني كورويا قد ما تزيد تربح أصوات إليك ودعم يعني هذا هو اللوبي اللوبي هو أنك يعني تستثمر في الأوضاع يعني اليوم عندك وضع كي أنت فافر انت رك تنظم الشان أنا كي نظم الشان لازم يعني ليلا ونهارا ما نقول لك شا رئيس الفاف وحده ولا المكتب فيدرالي وحده ولكن استنجد بكفاءات جزائرية برياضيين سابقين ونعمل يعني كما يقولوا بريسينغ على هاد الناس على هاد الرؤساء البيع المدربين الكل لازم يعني جد وافر ينوبيراسيون شارب لازم يعني أنا نخلي البلد نتاعي دائما يعني الناس هدون دخلها لهم في رأسهم أنه ما كاش أحسن من الجزائر التجاوب بالاتحاد الجزائر لكرة القدم مع هذه المعطيات الجديدة سنتحدث حول هذه النقطة حسين أشيو تغيير في المفاهيم تغيير في الصورة تغيير في العلاقات حضور رئيس الاتحادية لاعب سابق وزنه في إفريقيا اسم أيضا حدث ما حدث في مباراة الفاصلة كل واحد يلعب لبلده وكل واحد كيف يفكر ونحن ندافع الجزائر مثل ما هو يدافع الكاميرون علاقات الآن متغيرة جدريا في صالح الجزائر هذا حكيم وهو شخصية معروفة ومؤثرة في عالم الرياضة في عالم كرة القدم نعرف أنه من الممثلين فيفا من اللعبين الذين يدخلون في كرة القدم كان سافير كأس العالم الأخيرة ما زالوا ما زالوا من اللعبين الكبار الذين تعرف بهم الفيفا وذين دايماً حاضر في المحافلة الدولية الكبرى في كرة القدم نعرف أن قيته دايماً كيتكلم كان يعمل يعني ديز انترفيو دايماً كان يدير ضجة كبيرة ودير يعني دايماً صادة كبيرة هذا اللعب لما يكون معك رح يعطيك دفعة كبيرة بغض النظر أنه هو رئيس في ديرالي الكاميرون اللي عنده يعني صوت رح يعطيه لك نعم لعب كبير لعب معترف به ولكن الحاجة المهمة حكيم أنك ما شيء غير تسنائط نحن من جهة الأخرى حاضرين حاضرين وعطينا المثل بهذا الشان هذا هو الشيء الأهم ربما لأن الناس شحال تعمل في اللوبيات وتعمل اجتماعات والسياسة والديبلوماسية الرياضية والناس تبع بلدها وسياستها ما تقدرش تمضي عفوا ضد العلاقة بتعب بلدها ولكن الناس تشوف بأعينها تشوف يعني كل ما جرى لها كل الناس كل التسهيلات اللي اعطاوا لها في هذا الشان يعني تكون مرتاحة مدى بيها تعود تجي تلعب كان في الجزائر وتكون عندها هذا الترحاب تكون عندها هذه الامكانيات في التدريب أجواء هذه الامكانيات يعني في الوثالري هذه الامكانيات في السياحة الجماهير تحها ما يكونش عندهم مشاكل يعني كل هذه الاشياء تخلي الناس تتمنى تعاود ترجع للجزائر جميل لو كان انت التنظيم تاعك يكون كاريتي ولو تكون عندك علاقات جيدة راح تخدم ضدك حاكين نظن إضافة لما قال زين عامر وكذلك زين عامر نظن أن اليوم لما تشوفت الصريحات تكلام عن أجواء أوروبية كلام على ملاعب عالمية حكيم ليست مجاملة للجزائر حكيم اليوم لما نشوف المدرب المالي الذي خرج عن ساتح قال لهم لعبته العديد المباراة خارج مالي خارج إفريقيا يعني كان نظن لعب دولي سابق قال لهم رأيت بعض الملاعب ليست بجودة الملاعب الجزائرية الفنادق موجودة كما قال زين ما عندنا كما يقول لك عندنا البالبال عندنا الواجد عندنا باش نقابلوا ديرك تما غدوة تقولنا لكان تبدأ نفنسيوها ب6 شهور نبدأوها حكيم فهم ليش حبيت نقول لك ما شيء سباتي كارت يعني اليوم اليوم المشكلة فقط يجب الاستثمار كما قلنا حكيم استثمار في الكفاءات الجزائرية اللي كان سبق وكان عندها يعني منصب تسييري كلاعب قديم في إقناع عليهم أو ماشي ناسم تقنحهم تورنينهم بالليد قبل قبل هذه النقطة وكيفية مسايرة رأو تسيير الاتحاد الجزائري لهذا التغيير اللي رأو حاصل طبعا سياسيا ورياضيا زين عامر هي ضربة أخرى لأنك أنت كنت البعض ضربة مكان يبحث على إفشال الشان على عدم ووصول لأغندا ولا إمكانية ليبيا ولا حتى الكاميرون وعلاقة سيئة مع إيتو الآن كل شيء تغير في هذا المشهد التغيير جدري هل هي صورة حقيقية يجب أن نسير عليها وفق أسماء أخرى قبل أن ننسى حكيم في سؤال هذا زين تتذكر جيدا تتذكرون كلكم لما أخرجوا الإشاعات التي كانت تقول وأرغم وحتى الفيدرالية في دارت في موقع رسمي تح كانوا يكذبوا قالوا الشان الجزائر لا يشوز الشان ستذهب إلى كونتيفار جميل تتذكر ذلك الإشاعات بدأت قبل كما قلت ولكن بضعة أسابيع قبل ما جاء الدليغاسيون أفريكاني للجزائر كما قلت حكيم إشاعات عديدة ولذلك نظن نتكلم دائما ونقول المخزن المغربي لأنهما كانوا دائما وراء هذه المشاكل اللي حبوا يسبوها لأنهما يشوف إذن قلت أن أغندا لا تذهب أن ليبيا لا تذهب أن الكامرون لا تذهب وهم سترى السوري سللغات وقال إحنا كما نجوش سوري يجوش اليوم الحمد لله كل شيء كان على ما يرام إلا هما لم يجوش وكل شيء حتى رئيس الكاف ورئيس الفيفا تخيل أنه كانوا حابين لا يجوش حضروا حفل الافتتاح كانوا حابين برمجوا قرعة الكوب دي مون دي كلوب نفس اليوم وخلي كثير من الأشياء ولكن بشتول العدالة الإلهية لما تشوف أن بلد محنك سياسيا حنربحناهم حاكم الدولة الجزائرية تفوقت على هذا المخزن المغربي في الكواليس وحتى في الواقع لأن اليوم شوف خلينا المغرب يكون يعني أوطاش دو سن برو برو بياج يعني طح في الفخ وحده وخلا روح يعني إلا هو البلد الواحيد لما مشاش إلى الجزائر باش يلعب هادشان وزيد على ذلك يعني رئيس الكاف كان يعني تلقى كل يعني تولي زيكلير سيسمون بوسيب على عدم مجيء المغرب يعني يعطيناهم كل الحلول بوسيب لإيماجينار باش يجو إلى الجزائر هما اتخذوا هذا القرار لكي يفسدوا عرسا هما تخيلوا في عقولهم أن كثير من البلدان الإفريقية لا تأتي إلى الجزائر وما حبوا يعني زيدوا توطر العلاقات الفيدراليات يعني بين الجزائر والكامرون وغاندا اللي كان عندها مشاكل مالية لقى كل الترحاب وحتى الجزائر يعني كانت بعثت برقية وقالت لهم رانهنان تكلفوا بكل المصاريف بس تشوف أن الجزائر كانت في المرصاد من الوهلة الأولى إلى الوهلة الأخيرة وهذا وش يخلي اليوم لما تكلموا حكيم على الكاف الكاف اليوم على دراية تم بما يحدث وبما الجزائر قادرت وفعلها كإمكانيات وكيهياك القاعدية هذا هو الموضوع الثاني الذي سنتحدث عنه بعد قليل هل يجب على الاتحاد الجزائري وعضاؤه أو حتى المسيرين اللي متلوه يجب أن يكون عنده دور آخر مواكبة وبعيدا عن ما حدث على الأقل في الفترات السابقة وعدم التمثيل الجزائري إفريقيا تبقى مع كازين هل يجب أن يكون التمثيل نعم لازم شوف اليوم متواصل أو بشكل آخر بعيدا عن رئيس اتحادية يمنع رئيس اتحادية آخر لأخر ميحبوش لأخر يرفضهم بعيدا عن هذه الخلافات نخلو الخلافات جانبا لازم نواكبوا هذا القيطار الذي يمشي بسرعة قصوى يعني لرأي الدولة هي يعني على ترسل شما لازم على الفيدرالية وعلى الهيئات الرياضية تزيد وزيد على ذلك كما تكلم لهم على الرئيس الفيدرالية ولا أعضاء المكتب الفيدرالي ولا حتى الرؤساء السابقين لهم لازم يحطوا اليد في اليد لازم نتعاونوا لكي نعاودوا يعني صوت الجزائر ينضم إلى اللوجن هذه يعني التنفيذية في الكاف ولما لا يعني حتى الوصول إلى اللوجن التنفيذية على الفيفا كما كان في السابق رئيس محمد روراوة ولذلك لازم يعني عليهم يتضفروا الجهود يخلونا من هذه الخلافات لأن نرى الجزائر فوق كل اعتبار جميل حسين آشو هل يجب أن يكون التمثيل مغايرا بالنسبة للاتحاد الجزائري وحتى تغيير في الفكر سواء بالنسبة للاتحاد كيف يستغلال أسماء في الاتحاد الأفريقي في أيضا استغلال أسماء المشهورة والمعروفة واللي عندها أيضا أسماء وليس في أنه الشان لا تستدعي لبلومي وثم لما جال لهذه الأشياء ربما أو حتى أنت وحتى كثير من الأسماء يجب أن نعرف كيف نسوق صورتنا لدى الأسماء التي قادرت تخدمنا في الاتحاد الأفريقي وإفريقيا بشكل عام حاكم أولا من ناحية الأفريقية والاتحاد الأفريقي يجب أن يكون حضور أكثر يجب أن نكونوا الناس الذين يمثلون أحسن تمثيل وأحسن تمثيل هو بالرياضيين كورة القادم لأن تكمل ليس على كورة القادم أحسن تمثيل أنك لعبين قداما اللي مشاوا في التسيير أو مشاوا مع الفيديراليات أو مع ليليك هما اللي يتكونوا ثم يدخلوا في المجالس التنفيذية للكاف وهذا الشيء اللي رح يخدم للجزائر ويخدم الفيديراليات أما على لعبين السابقين وكورة القادم هذا الشيء يجب أن يكون تقافة حكيمة لا يجب أي فيديرالية يعني تدير كما يقول لك مجهودات لكي تتحيط لهذا اللاعب لأن هذا عرسهم هذا عرسهم ومن الواجب أن يكونوا حاضرين من الواجب لأن هما اللي رح يزينونك هذا العرس هذا الجلسات هما الناس تع كورة القادم هما الناس اللي عندهم تاريخ في كورة القادم هما الناس اللي معروفين على الساحة الإفريقية ولي رح تجيب بهم الإحترام وعدة أشياء أخرى أنا نظن أرى أن نشوفها في لما في كل يعني تقريبا في العالم لما لا إحنا في الجزائر جينا هذه التقافة أنا نشوفها يعني في كل في كل الرياضات حكيمة ليس إلا في كورة القادم لازم هذا الشيء لازم دايما الرياضة تعود لأهلها كورة القادم لناس كورة القادم يكونوا مسيرين معهم ويكونوا ولازم ما لازمش تنسى الناس وليصنعة تاريخ تهد الرياضة أنا نظن بلازم مستقبلا الفيديرالية تشوفها هذا الشيء وحتما ندير ناس للي عندهم كفاءات ولي عندهم يعني صورة جيدة رأي يمو من بعد الفاصل حول هذه النقطة بعد الفاصل المستجاهدين نستكملوا بقية برنامج نهار الشان نبقوا معنا من جديد أرحب بكم في برنامجكم نهار الشان في النسف ساعة المتبقية وخمسة وعشرين دقيقة رأنا نتحط على رئيس تحط كوديفور رأنا نتحط عليه اللي يقول أن الجزائر مرجع لنا في تنظيم الكار قبل ذلك كنا نتحط على أي طهو مجددا في الجزائر ورقة إيجابية في صالح الجزائر ولكن كنت أتحدث قبل منجل المؤمن هو أنه يجب مسايرة الاتحاد الجزائري والمسؤولين الرياضيين في الجزائر على كامل أسعداتهم بالوزارة وجيب بهذا التغيير وهذا التغيير في الفكر ومسايرة حتى نكون بنفس الدبلوماسية السياسية أكيد حكيم دبلوماسية السياسية شئنا أبينها تلعب دور كبير أنت لما تتوغل في إفريقيا وتضع كل المكتسبات التاعك هناك دبلوماسيا حكيم سوف أكيد تعود بالإيجاب على القرارات الكبيرة التي تأخذ في أروقة الكونفيدرالية الإفريقية لكورة القدم لنبقى فقط في كورة القدم تقول أن رؤساء الفيدراليات صحيح رجل قوي رجل قوي بدولته رجل قوي بدعم السياسي لبلده شئنا أم أبينه لهذا أنا دائما كنت أتأسف على رجالات بيانشير سيصا سيصا دعم سيصا 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 حنا كنت نتأسف على رجالات الجزائر اللي صنعت لهم الجزائر إسم بالدعم السياسي والمادي والمعنوي والحضور القوي في إفريقيا ومن ثم لا يستطيعون أن يرفعون أصفعهم فقط عن فقط عن ربما لمحاربة تعيين حكم ما للجزائر في مباراة فاصلة مثلا أقول نحن لا نريد المساعدة نريد أن ينصفوا أن يكونوا منصفين معنا للعودة للكلام الذي قالها حسين وزين فيما يخص اللعبين اللعبين الذين مارسوا وتكونوا وكانت لديهم خبرة كمسير ينجم يدخل كمسير نعطيك هنا في الكامرون الحكيم اليوم عنده ريمون كالا عنده ريغو بيرسونك في التكنيك عنده ريمون كالا عنده نديفي نديفي هو من كان رئيس الوفد المهاجم السابق يا خايدة يعني يشوف الناس معا من تخدم لو كان دا ما يقدرش يجيب حسيني ولي مثلا حسيني ولي في فدراليا ما يجيبش يجيب عشرين جوار لو كان يقدر ما عنيش مدى به يجيب أربعة خمسة بعد تلقى أربعة خمسة وحد أخرى آم يحفروا آم يكسروا هذا هو المشكلة نحن لازم نغيروا الدينيات لازم نواكبوا العصر والثقافة الكورة القدر علش انتكاش واحد يقدر يهدر في باير مينيخ على يوليهاو ناسر مينيك ولا بيكم بوير ولا سماير قبل ما يموت نعم مستحيلة هادرح لهم لا يبورتنون شكون غيرت ميلار غيرت ميلار غيرت ميلا جوار بيرتي ما عندهم لجوار يقدر يقول لك علشان لا ولكن اليوم الحل معروف يعني لازم السياسة تالديبلوماسية تالتي طلعت الرياضية لازم تلحقها الفيدرالية بماذا بوضع الرجال مناسبين جميل في أروي قتل كام شكرا جزيلا لا تذهبوا موضوع له علاقة مباشرة بذلك طبعا رئيس تحاد كوديفوار اليوم اللي قال جزائر مرجع لنا في تنظيم الكام اليوم وفت من لجنة تنظيم كان كوديفوار 2023 اعتبار من المفروض كانت ستلعب في 2023 ولكنها ستلعب في 2024 بداية عام 2024 قاموا بمعاينة المرافق على مستوى ملعبني سولمون ديلا ببراقي الوقوف على طريقة تنظيم المنافسة القارية تحسب الاحتضان كوديفوار لكان العام المقبل الوفد اللي ضم رئيس الاتحاد الافواري كرة القادم إدريس ديالو إلى جانب رئيس لجنة تنظيم كان كوديفوار فرنسوى ألبير قال إدريس ديالو استحاد الافواري أن الجزائر تقوم بعمل مميز في الشان قال بأن هذا الأمر سيعود بالفائدة عليهم في تنظيم كان 2023 من جهته أشيد أكالي قال بأن الجزائر في خدمة القارة نتعلم ويتعلموا مننا أعطيني تصريحات طيب من أين أبدأ أبدأ ومعك أنا هكذا ضيوفي دايما الحرين تحطوا في الكوالي طبعا هذا هو دايما المتابعين لأن الحدث بشكل كبير رئيس تحط كوديفوار اليوم وزيارة الوفد مرجع أيضا إضافة قوية على ما كنا نتحطوا اليوم ولا مرة أعتقد حدثت سابقا بهذا الشكل في إفريقيا لم تحدث إلا إن خانتني الذاكرة لم تحدث أبدا لأول مرة اليوم يعني الكل انبهر لأن الإنبهار والأصداء التي خرجت منها ديشان هي اللي خلت اليوم لجنة تنظيم كوديفوار لتقريبا عندها بعض المشاكل أيضا يعني في تحذير الهياكل والمنشآت الرياضية عندها يعني أيضا أمتير ريطار ولذلك نظن اليوم حبت تستنجد بالتجربة الجزائرية وكيفية كيفة يعني السلطات الجزائرية ولجنة التنظيم ويعني كل شيء كيفه داروا يعني داروا حنا كثير ما شغل هنا راترابيلتنا وحنا حتى الطخل هنا ونفوصي 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 نحبسنا الوقت حنا كونش حوسين ونخدمه كثير كيف لا حتى حنا عدنا تجربة كبيرة لأن اليوم لا شو مشي إلا الإرادة شو تكلمت على شيء مهم مثلا نتكلم من الجانب الأمني التجربة الجزائرية في هذا الجانب أنا نقول لك حتى الديليغات مثلا في كل اسكورت يستطيع تجربة بشكل لوجه الأمني الجزائرية وكيفية تعاملها مع التظاهرات الكبيرة من هذا الجانب نقول لك من أحسن ما يعمل في إفريقيا وزيد على ذلك البطولة الوطنية قال لك لبسكورت نعم وزيد لوجنة تنظيم حوسين وزيد لوجنة تنظيم حوسين على يتي شابوتي تقريبا يعني بالسلطات المحلية للعب الدور كبير قولوها في وهران في عنابة في الجزائر يعني دوش خلى اليوم تقريبا كانوا يسهروا ليلا ونهارا وحتى تسويق حاكم كنا نتكلمه في الأول احنا يعني كصحفيين جزائريين احنا ما كناش حابين يعني نطيحوا في الوبياش تاع ما نسوقوش ولكن الحمد لله كل شي عمل في وقت يعني في وقت يعني انطن ريكور وش خلى اليوم يعني الإفريين يعني الإنبيار هذا حاكم الاستنجاد بهذه التجربة نعم إلا هو يعني كما نقول لك يعني هم اليوم جوا باش يبينوا أن الجزائر الاريوسي في هذا الصادر حسين آشيو حسين سأتي إليك موما سمح لي برك خاصة أن كونديفون راح تدير كأس إفريقيا مرة جاية يعني اللي رايي جاية فيها دمين فانت كاتب دمين فانت كاتب يعني أقل من عام ورا سيبور ديروسي حاكم باش كافت يعني بش تقولهم الجزائر مرجع رايي رايي لأول مرة يحدث هذا الأمر هو أن لجنة تنظيم كاس أمام أفريقيا المقبلة تأتي إلى بلد نظم الشان الذي لم يكنه معنا قبل أن تنظمه الجزائر بهذا الحضور الجماهيري من قبل لا معنى للشان أي بلد كان ينظمه يقول لك لا معنى له لا حضورا جماهيريا ولا إعلاميا هذه المرة أعطى بعدا كبيرا لجنة تنظيم كاس أمام أفريقيا تأتي للجزائر ويقول لك على لسانه رئيس إتحاد كوديفور بأنه جينا نتعلم وهكذا يقول حكيم الجزائر أعطت وجه آخر للشان وجه آخر وجه مغاير كانت هذه المنافسة المحتقرة ما فيهاش يعني ملاعب جيدة ما فيهاش يعني ما نعطوه لهاش ما نعطوه لأول مرة الشان يعني يعني يعطوه له وجه حقيقي حسين أباك شوف حسين شوف كما كأس العربية في قطر كل يعني المنافسة تقريبا تابعتهم ولا مرة شفت ملاعب كما هذه ولا مرة يعني شفت التنظيم تسويق الأصداء يعني يعطينا له قيمة تعالكان تعالم منافسة كبيرة تعالم منافسة كبيرة وهذا شي يغير لأن شان تزينه وتعطيه ملاعب وتعطيه صورة صورة الفيديو لما تشوف مباراة في التلفازات تقولك تشوف مباراة سوربية هذا كل هذا شيء طريقة التصوير الجماهير الملاعب يعني كل هذا شيء يخلي اللعبين ويخلي الفرق من الشركة تعطي وجه أفضل والمستوى يطلع اليوم حكيم وزاد خلى شوف لأول مرة عدد الصحفيين نقدر نقولك يعني فاق حتى عدد الصحفيين اللي كانوا يغطيوا اللي كان يعني كؤوس إفريقيا وهات صحفيين وضعوا في أحسن الميور كونديسيون أحسن ضروف في فنادق يعني توليق بقيمة صحفي ولأن أنت تعرف حكيم لما تمشي لإفريقيا ما كاش ليقوم بك يعني راك مرمين تتروح اليوم الجزائر هي التي استكلفت بإقامة صحفيين إفريقيين رحنا حتى للطلبة يا زين حتى للطلبة الأثاريق تفضل نافت يا أخويا حسين كنا نروحوا في غينيا في قابون نديروا قريب 80 كيلو متر باش نحضروا لأطاريلمون تعني كي بلاسيو نضال سما أطاريلمون نزد 80 كيلو سيقرار ويقول لك حنا جمس دقيقة كميل فكرة وفي مانقومو لو كانت شوف لزوتا اللي بيتنا فيهم أنا منافسة منافسة تشامبيونس ليك وشي قولك دفتر شورط مين فندق خمس نوجوم صح نحن نلاحقوا بالحافيلا نطلعوا وشوفوا الفندق ما نحبطوش من الحافيلا يعني الأمتاع نحن نتكلم عن البعاثات عن الرؤساء ما تنساش أيضا دور الصحفيين الذين أتوا إلى الجزائر وش مم يكتبوا اليوم في الجرائي تحهم وش مم يقولوا في تليفزيون وش مم يقولوا الحقيقة وش مم الصور روما يبعتوا من الجزائر إلى البلدان الإفريقية صحيح اليوم شوف حاكين تصور أن هذا الشان تقدر تقارنه يعني ما نقول لك تقارنه هذا سلاح دو حدين لو كنت في الجهة الأخرى في الجهة السلبية صحيح حبيت قلت لك تقدر تقارنه ليس يعني من النوع المستوى ولكن نقدر نقارنه من حيث الأصداء ومن حيث يعني الأهمية كالكأس العربية التي لعبت في قطر واحد ما كان يسمع بيها ثم ولا كل العالم يتكلم على الكأس العربية ويتكلم على التنظيم تحها اليوم الشان حاكيم تخيل أن حتى يعني البلدان الأوروبية ولا تتكلم عشان الجزائري لماذا حاكيم لأن اليوم كثير يبكو دركريتور تعالفير أيضا ليجاول الجزائر لمتابعة العيبين الأفريقيين وما يقول هوجين اليوم تحدث عنه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن الجزائر أصبحت مرجع للاتحادات الأفريقية في التنظيم هكذا قال نحن نموذج مرجع نحن ما شافوه شافوه أصبحنا مرجع كنت كان صديقي رئيس الاتحاد كنت معاه تركها هو طبعا على نصف عفوا على أقل من سنة من الضورة طبعا هو كين الضورة لازم يدوى بروفيته هو معاجه شافوه الأخر عيط البرزيدان ونحن نقول معهم وراشات يترى المساعدة البرزيدان أكثر من البرزيدان اشتركوا في القناة يقول أن الشان آخر نسخة قولنا لا المغرب ماشي كان من كان لا 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 ماشي كان المغرب المغرب لي كان يقول خليني في فكاتي أرجوك أنا أنا سوف أسل هناك مكان يقول لا التزائر ليس لدي العديد من الحدود لأن الشان آخر نسخة وليست لديها أي أهمية وهناك رئيس الاتحادية المغربية مغربية ريكورت القدم حل منتخب المحلي ربما كان يسوق لحل هذه حتى هذه المنافسة حلها من إفريقيا ولكن متسبي لما جاء إلى الجزائر وشاف الأوضاع جيدا أدرك أن إفريقيا قادرة ببلدان كالجزائر بنموذج ومرجع كالجزائر تستطيع أن تنظم بطولة إفريقية المحليين حتى لا نقل المواهب المحليين حتى لا نستطيع أن نسوق لعبين الإفريقين تحدد الزائر على الجزائر جوار الجزائر هناك الكثير من الجزائر تصور الزائر تحدد الزائر على المحليين حتى لا نقل أنت مجدد الزائر على المحليين حتى لا نقل بشأن لها تشوف في المنطقة سوف نسوق من المحليين حتى لا نقل جميع المحليين حتى لا نقل أنت من مجدد الزائر بلدنا. اليوم تشوف انت مدرب أونغولا. وغير طلع عراسك لا تخافش. خوية زي. لما تشوف مدرب أوروبي يدرب منتخب أونغولا. لما تشوف المالك مدربه ومسيّرين يقول لك هذه بطولة تليق أن تكون كان. تفهم كل شيء. أنا لما نشوف لما كان بعض يقول أننا رانبلي ماكات. لا. ليوم ما رانيش بلي ماكات. ليومنا بري ونفاق في الناس. صدقني يا الزين. صدقني يا الزين ما رأيته في القاهرة ممتاز ومميز. ولكن بعدي الأجواء بصراحة أول مرة. مومنت تفضل. شوف مومن وحاكم وحوسين. موتسيبي قبل تنظيم الشان من طرف الجزائر. كان من الناس ومن المسيّرين اللي كان حاب أن هذا الشان يعني ما كانش حاب تنتهي هذا الشان. قال لك أنا ولو يعني هذا الشان. أنا نحن مولوا بأموالي الخاصة. خاص. قالك ستون فيترين للعيبين. وأنا نظن حتى ستكون تغييرات كبيرة يعني رايحة تصب في هذا الشان. كما تكلم حسين نظن هذه تغييرات تموس حتى اللاعبين يعني يخلوا لعبين مثلا تعمل منتخبات. يلعبوا في بلدان إفريقية. يلعبوا في بلدان إفريقية. نضموا إلى المنتخب بشي يقول لي هادشان يكون عنده مستوى أكبر. وزيد على ذلك كما الفيفا يعني اليوم رجعت كأس العالم بـ 48 منتخب. هادشان نفسي طريقة يعني. لا لا تجيب ممولين يعني تجيب دي سبونسور سينو طرفي وزيد على ذلك حاكي موش خلى اليوم متسيبين موصر. وقالها في تصريح لما شاف التنظيم تعال الجزائر اليوم الجزائر عطته الفرصة باش كما نقول. موني كومبان. يعني مش غير موني كومبان باش يزيد يأكد حقية وجود هادشان. لأن الجزائر اليوم مش دارت يعني هو ما كانش بالك ينتظر كل هادشي. ولما شاف يعني هاد التنظيم وهاد الأجواء وهاد الصور وهاد الجماهير التي توافدت على الملاعب. لأن شوف لما تلعب انت منافسة بوجود جماهير كما قالك حسين كان لعب سابق ويعرف هاد الأشياء. وتلعبها بدون وجود جماهير ليس نفس الشيء. لأن الصورة ليس كو ديجاج إن كومبتيسيون سان سيبورتر ليست نفس يعني الصورة التي تأتيك بوجود مناصرين وملاعب ممتلئة وتنظيم جيد. ويعني كل الأشياء التي كللت لنجاح هذا العرس. الحمد لله اليوم يعني هذا العرس سراه يمشي على ما يرام. ولذلك اليوم نظن الكاف رايح تتخذ هذا الإجراء رايح تدير شان كموعد إفريقي كل سنتين. يعني يتزامن يعني أنت الله كان لي كان يكون شان ولذلك نظن اليوم الجزاء اللعب الدور كبير في وجود شان. واضح نحن بالنسان الأفريق هكذا يتحدثون. ولكن نحن من يتحدث اليوم الأمين العام لي الكاف اللي هو الويران موسينغو. يتحدث عن الجزائر ويقول أرادون عما قدمته الجزائر يشكر الرأيس والجمهور والولاد. أعطوهم صورة أخرى. جزائرًا يتحدث عن الجزائر أعطوهم على الوالي إنهم نظرون أعطوهم أعطوهم أحطوهم أحطاء أيضًا ومعناه أعطوهم على عوالي أعطوهم أعطوهم لنزرون لكي نظرر شكرا للمشاهدة لما تعمل أكلة بدون ملح الملح هذاك يعني مكاشل بالنات على الأكلة ولذلك اليوم شوف لما شكر هذا الناس ما جاتش هكذا يعني شكرهم بشي شكرهم لأن اليوم حقيقة أن الشان كان منظم يعني بطريقة مميزة حكيم وكل شيء يعني أنا نعيشوه أنا نواكبو هذا الحدث يوميا والصور والانطباعات التي تأتينا حكيم ما رهي إلا يعني إيجابية من يوم لآخر طيب حسين آشو الآن بعد كوديفور الكامرون الآن الاتحاد الأفريقي بهذا الحديث هل هو أيضا ضربة أخرى ونجاح آخر لما تقدمه الجزائر نعم نجاح كبير أنا نشوفه الأمين العامي يتحدث يعني بكل عفوهم لا بكل يعني فرح وصرور على ما يعيشه في الجزائر يعني هذا الشيء يشافه بنفسه وفي كل يعني المناطق التي كانت فيها تظاهرة تأشان وهو فرحان كثير ويعني يشكر السلطات أنا نظن على كل والي هذا أقل شيء يقدر يقدر يقدمه إليته وهما مشكورين على المجهود يعني الإضافي ولو عندهم أعمال أخرى هذا شيء جيد صح ولكن احنا رحنا نربح نيقات حكيم الجزائر يعني تربح نيقات وأنا نحس أن الكامر يقترب أكتر في فترة تحضيراته حكيم أظن أننا اليوم كما قال لك حسين يا بادريزون بشما نديره شما كان أي سبب بشما نديره احتضان الكامر بيكون صراحة حتى فيما يخص يعني السيستام دورانسيو إن شاء الله بيانسير السيستام دورانسيو اللي تندير في الأفريق نظل أن الجزائر تستاهل بعد كامرون وكون ديفار الوقت سرح يولي لعندنا يعني شمال أفريقيا نظل أن اليوم الجزائر واجدة حتى الدير كان الجاية يعني تعني كون ديفار إن لم تستطع احتضانها نظل أن اليوم لو يكون عندنا عزين لو يكون عندنا أكثر بإذن الله يعني أكثر حضور وتماسك في الناس ليش أبريموسي بديلوش نو أنت عندك تقدر تعاون بلادك مدس الناش تقول لك أسمع لازم تعاون بلادك بوسكو بلادك يا دارتلك آسف حتى هذه المشكلة متسعين ما نشتر ما بدرنا حتى تظهر حتى الضركة أفريقيا بارك الله فيك جزائر لم تقدم يعني تتقدم لإشان عدة مرات وما مدعوش يعني نزيد الأروح بعيد على ذلك نزيد بعيد على ذلك لما لا؟ إن شاء الله نحتض الحكيم نهائيات في ملعب تيسيونز وفي ملعب الرقي في ملعب أهران نهائيات نهائيات عكاس الكاف وربطت أبطال إفريقيا ليوم كل شيء أكيد راح تكون أكيد راح تكون بهذه الملعب بهذه الملعب وبهذه الملعب وبهذه يعني التقبيب المحكم نظن يعني اليوم تعال أندي تعال أندي اليوم أنا نظن شوف وعلى شان هذا يخدمنا مومن شوف حتى ولو في وقت سابق كانوا ناس كما تتقول للأسف يعني كانوا ضد أن الجزائر تنظيم الشان والحمد لله يعني جبنة تنظيم الشان لأن تنظيم الشان كانت كما قلت حسين اليوم لما تحط ملفك يعني أورغانيز فينال تحوين لليك دي شامبيون لكوب دولا كاف الكاف تلقائيا تعطيك الموافقة لأن تعرف حقيقة تشغيل حاكم في ساي أومولوغي فيفا أومولوغي فيفا أو كاف ولذلك اليوم يعني لا إحنا نظن أمولوغي فيفا كسوى عن نابا كسوى وهران كسوى ورقي كسوى تزيوزو وزيد على ذلك حتى ملعب بدويرة اليوم يجب تريكتي فيكاسون يقول بفضل دائما يعني هذا الزرشي تكت ألجيريا كيون دي بيرو يعني دي كسبرتيز يعني على الصعيد العالمي ليخلاوا اليوم هاد المرافق يولو أومولوغي فيفا من كل النواحي من حيث الأرضية ومن حيث المرافق يعني الملحقة إلى الملاعب ولذلك اليوم الشعن هذا نظن بدرجة أولى خدم كثير الجزائر خدمها من الجانب يعني الرياضي أولا ومن الجانب يعني العودة إلى التظاهرات الإفريقية من الجانب الثاني يأتيكم صحة غضو إن شاء الله نتحطوا على الجزائر بأرقام إيجابية في الدورة الأول تكسحة زين عامر لا شكرا الواجب بارك الله وفيك مؤمن تكسحة حكيم بارك الله وفيك بغير صحي توفيق نالي إنسان طيب يحييكم قارا يتبهر في الحسن لا يحيشك أنا كنت سأعطي إلا الفرصة إلي حسين أعشي ما لك سمقته اليوم شكرا لك أنا أحتمن نحتمن الفرصة عفوان باش نعظم الأجر للصديقي وزميلي يعني في سابق لعب سابق اتحاد العاصمة التي توفت أخته اليوم توفيق فويال وكل أقارب إنا لله وإنا لله رب العالمين شكرا لك دعني أذكركم مشاهدي الكرام بمبارتين يوم غض بإذن الله والتي تكون مبارتين آخر مبارتين في الدور الأول موريتانيا مع مالي على الساعة الخامسة والنيجر الكاميرون في آخر مواجهتي الدور الأول أشكركم شكرا جزيلا لكم قبل أن أختم واحد من المناصرين الأوفياء طارق شوال واحد من الأسماء اللي دائما حاضرة في كل مباراة المنتخب ونشجح كل هؤلاء المناصرين اللي روحوا للملاعب لدعم هذا المنتخب طارق شوال واحد من الأسماء المهمة أيضا شكرا جزيلا لك فؤاد شكرا أيضا صالح وليوم مخرجنا أمين ألقاكم على خير بإذن الله عبد القادر أيضا السلام عليكم